تمتهي أجل وتنفيذ الاتفاقية القطاعية بين النقابة التونسية لأصحاب صيدليات الخصى والصندوق الوطني لتأمين عن المرض لكنامة يوم الحادي وثلاثين من الشهر الجري ولم يتم تجديدها حسب بلاغ أصدرته النقابة اليوم حيث أفادت النقابة بأنه لم يقع التواصل بعد إلى أي اتفاق لتجديد الاتفاقية مؤكدة انفتاحها على الحوار مع مصالح الصندوق للتواصل إلى حلول كفيلة بضمان حق العلاج للمواطن وتحفظ حق الصيدلي في استمرارية عمله والقيام بدوره الصحية على أحسن وجه